بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين دكتور أحمد عوض بن مباراك عبر تقنية الاتصال المرئي مع وزيرة خارجية السويد أن ليندي الجهود المبذولة لتحقيق السلام والتطورات السياسية في اليمن وثم وزير الخارجية وشؤون المغتربين عبر عن تقدير اليمن للجهود التي تبذلها السويد للمساهمة في حل الأزمة وما تقدمه من مساعدات في الجانب الإنساني مشيرا إلى أهمية أن يواكب الدعم الإنساني المقدم لليمن دعما تنمويا خاصة مع عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن مؤكدا أن وقف الحرب وإحلال السلام هو الهدف المشترك للحكومة والمجتمع الدولي استعرض الوزير بن مباراك الاعتداءات والانتهاكات المستمرة التي ترتكبها ميليشيات الحوثي على محافظة مأرب والتي تضم مئات الآلاف من النازحين وتشهد موجات متتالية من المهاجرين الأفارقة لافتا إلى أهمية التركيز أكثر على هذه القضية وتوجيه رسائل من المجتمع الدولي بضرورة وقف الاعتداء الحوثي على المحافظة مشددا على ضرورة فتح فروع لمكاتب المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن في المحافظة للمساهمة في التخفيف من المعاناة الإنسانية ناتجة عن الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي ونوها بن مباراك إلى أهمية إبقاء التركيز على قضية الخزان النفطي صافر والتعامل مع هذه القضية بشكل مستقل وإلزام ميليشي الحوثي بالسماح للفريق الفني الأممي بالوصول إلى الخزان لتقييم حالته لافتا إلى الخطر البيئي والإنساني الذي يشكله الخزان على اليمن والمنطقة من جانبها جددت وزيرة خارجية سويد استمرار دعم بلادها لليمن على الصعيدين السياسي والإنساني مهنئة التقدم الحاصل في تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية